موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام أسعد بلغياكم في برنامجكم قرآني تحدثنا في لقاء ماضي عن ترتيب صور القرآن الكريم ومحطتنا اليوم لنتحدث فيها عن ترتيب آيات القرآن الكريم الآية كما هي الأمور التي تعرفونها وكما هو معلوم عندكم أنها لغة العلامة إني جاعلك للناس آية يعني جاعلك لك علامة إني جاعل للناس آية يعني جاعل لهم علامة وغيرها مما يقوله الناس ومما ورد في كتاب الله مما يؤكد ذلك واصطلاحا الآية القرآنية معناها هي الجملة من كلام الله تبارك وتعالى الجملة من كلام الله تبارك وتعالى المندرجة في صورة من صور القرآن الكريم المتضمنة داخل المصحف الشريف كما تعلمون ولو كانت هذه الكلمة ولو كانت هذه الجملة حرفا أو كانت كلمة واحدة فلا بأس بذلك فتسمى آية وتسم بهذا الوسم العظيم ومن الآيات كلمات ومنها حروف مقطعة كما نجد كثيرا من ذلك في القرآن الكريم ألف لام ميم وحام ميم وطاصيم وطاصين وكاف هايا عينصاد وهذه الحروف سنتحدث عنها إن شاء الله في لقاءات قادمة عن الحروف المقطعة في القرآن الكريم فهي معدودة آية من كتاب الله تبارك وتعالى ومن الآيات الآيات الطويلة وهناك الآيات القصار ويعني عددها عدد آيات القرآن الكريم أزيد من ستة آلاف ومئتي آية أزيد من ستة آلاف ومئتي آية ويختلف العلماء في ذلك فالكوفيون عدوا الآيات عندهم عدوا آيات القرآن يشمل رقم ستة آلاف ومئتين وست وثلاث أما المدن الأول فيعدها ستة آلاف ومئتين وسبعة عشر وأما المدن الأخير فيعدها ستة آلاف ومئتين واربعة عشر ومعنى اختلاف في عدد الآيات لا يعني اختلافا في القرآن الكريم وإنما سأعطي مثالا فقط مثلا نجد في آية الكرسي هي آية الكرسي لكن يقسمونها إلى آيتين أو بعضهم مثلا نفتح المصحف فنجد من يعود باسم الله الرحمن الرحيم آية في الفاتحة فيعدها الآية الأولى والحمد لله رب العالمين إلى آخر الصورة يعدها ستة آيات أخر فيكون العدد سبع آية ومن لا يعود البسملة باسم الله الرحمن الرحيم آية فيبدأ العد من الحمد لله رب العالمين الآية الأولى ويشمل بعدها الأمر ستة آيات فتكون سبع آيات إذن فاختلاف في عدي أو في تقسيم جمال القرآن الكريم وعلى هذا يكون الاختلاف شكلا في بعض الآيات لا في ترتيب أو لفظ أو غير ذلك مما لا يمس من القرآن الكريم وترتيبها عند جمهرة العلماء وما أجمع عليه علماء هذا الفن والعلم أن ترتيب الآيات وقفي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصب من الدجال فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد العشر آيات لأن الصحابة كانوا يعرفون ذلك ويعرفون هذه الآيات ويتعاملون معها وإيضا قوله صلى الله عليه وسلم آية وهو يحدثنا عن صورة من القرآن الكريم يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثين آية فحدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد الآيات فيها فقال شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وهي تبارك الذي بيده الملك وتبارك صورة الملك فيها ثلاثون آية إذن فترتيب آيات القرآن الكريم وقفي عند جمهارتي وبإجماع العلماء وأما أطول آية فهي آية المدينة وهي الآية التي في نهاية صورة البقرة وهي عند العد الكوفي ميتين واثنان وثمانون آية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فممكن أن نطلع عليها في المصحف أما أقصر آية فهي قوله تبارك وتعالى في صورة الرحمن مدهامة وبعضهم يعد الآيات التي ابتدأ بها في بداية الصور كالضوحة والليل وغيرها من فواتح الصور الفجر والعاصر أو ألف لاميم لكن الجملة اللفظية فيعتمدون مدهامة وكان الصحابة رضي الله عنهم يقدرون الأوقات بالآيات فكانوا لا يفطرون أو لا يمسكون في الصيام إلا مقدار كذا من الآيات ونصف المعلومات نذكرها على عجل فنصف القرآن الكريم بالحروف هي النون في قوله تبارك وتعالى نكرا في صورة الكهف ونصفه بالكلمات الدال في لفظ والجلود في صورة الحج ولهم مقامع من حديد هي النصف الثاني ونصفه بالآيات يافكون في صورة الشعراء وبعدها فألقي السحرة ساجدين ونصف القرآن الكريم بالصور من حيث عد الآيات فهي آخر صورة الحديد وبداية المجادلة وعلى هذا نكون قد أتينا على مجمل ما يقال في هذا العلم نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وأن يستعملنا في طاعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة